المشكلة إن أزمة كورونا جت وده كان مؤثر لكن المؤثر اللي كان أقوى اللي هو هشاشة الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي كان هشي جدا لدرجة إنه هو كان بيستني أي حاجة عشان يوقف من بداية بيتلكت من بداية السنة وكانت خلاص كله عارف إن احنا حنواجه أزمة هتبدأ بقى الأزمة منين وتنتهي إزاي دي اللي كانت كل مختلف فيها فجأت كورونا بصاحة كتا خيرها راحت بدأ الأزمة لوحدها ده السبب التاني حاجة التالتة بقى نتيجة الأزمة دي انخفض حجم استلاك النفط كل يوم بـ 20 مليون بايمين 20 مليون بايمين ده الناس قاعدة في البيوت وما فيش حركة وما فيش عندك 40% من الاستلاك بتاع النفط بيحصل في إيه أو البنزين بيحصل فيه الشاحنات والسيارات العادية طبعا الناس نتحكش والمصانع اللي انتاجها والفترة دي أساسا فترة صيانة يعني أساسا بيبقى فيها انخفاض في معدلات الطلب فالنتجة الطبعية ان حصل ان المعدلات بدأت تقل الاتفاق اللي عملوه في أوبك من حوالي اسبوعين كان الاتفاق ان هم يخفضوا تقيمة حوالي 12 مليون بايمين الـ 12 مليون بايمين دول همفترض ان هم كانوا يحفظوا شوي على المستوى بس ده اعتبار من 1-5 ده كان بالاتفاق ما بين الولايات المتحدة وروسيا والسعادية وعدد من المنتجين في نفس الوقت بعض المنتجين الكبار شايفين ان دي بالنسبة لهم ميزة كبيرة ليه؟ لأن ببساطة المنتجين اللي منبرى أوبك اللي هو بينتجوا كل يوم كميات قليلة من يوم بايمين وبتاع أو الكينات الكبيرة اللي بدأت دي وقت تزود في انتاجها زي روسيا أو الانتاج النفط الصخري اللي موجود في أمريكا كان ده بيضغط على أسعار النفط فالنهاردة بعد انخفاض ده المنتجين دول لا بيفلسوا لا بيخرجوا بردية الانتاج لفترة طويلة عشان كده ترامب كان أول قرار أصدره بسرعة جدا عايز تمويل سريع لشركات النفط عشان تقدر تحافظ على وجودها اللي يتفرج على نتاج أعمال الشركات اللي صادرت اليومين اللي فاتوا كلها كان فيها انهيار طبعا دي عامل بقى مشكلة كمان تانية فيه ما يطلق على اسم عقود النفط عقود النفط دي ايه حكايتها؟ اللي هي العقود الأجلة حضراتك بتشتري وتستلم النفط في وقت معين بعد تشهر أربون أربون بدا يدفع كده مبلغ وتستلم المفاجأة طبعا اللي كانت موجودة إن حصلت أزمة دي بقى ما حصلتش في 91 ولا حصل في 79 ولا في 86 ولا أي حاجة ما بيقوله ما حصلتش في التاريخ ما عندكش تخزين كل الخازن والهناجر والسراجات وحتى السفن اللي بتنقل خطوط الأنابيب كل حاجة ممكن تحط فيها نفط مليئة وفكرة إن أنا أوقف الانتاج دي مستحيلة مستحيل مسألة في غاية صعوبة دي خسايا أولا كاريسية وفي نفس الوقت كمان دي مسألة معقدة جدا طب في لقاء سابق يا سوز محسن قلت لي دي حنفقت فتحة ما أقدرش أقلها صعبة صعبة جدا مفيش مجال اللطيف في الموضوع إن النفط كان بينزل أه لكن كان بيطلع الغاز طبيع الغاز طبيعي بيطلع 10% الطابع عليه أعلى دلوقتي 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 الغاز ارتفع سعره 10% طب ده من مصلحتنا الحمد لله ده من مصلحتنا الحمد لله الأهم بقى من كده دي فترة محتاج فيها أنك تعيد بناء الطاقة التخزينية بتاعتك لمنتجات النفط عشان تزود إمكانياتك وقدراتك على ده وده اللي بيحصل دلوقتي مش كده وبس إذا أنت بتعمل ده كمان في المنتجات الغذائية وبتعمل النهاردة مستودعين ضخمين بنسميهم الهيوج ستورز دول مستودعين ضخمين عشان تخزن فيهم الدورة والأمح والشعير والمنتجات اللي بل هذا الشك إنت النهاردة مصر منتبه لده وبتجي بسرعة قالي بالك في 2014 أنت كان عندك تخزين يكفي استهلاكك لمدة خمس تيام أنت النهاردة وصلت المستويات لأربع أسابيع أنت عمال بترفع نهاردة أنت عندك تخزين في أماكن كتير مصر بتوقع قولت طولة الأجل في أماكن كتير عشان تحصل على النفط بأسعار ممتازة على مستويات ساعية خلال الفترة اللي جاي